قال السفير الأمريكي لدى تركيا جيف فليك إن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري وأنها ستواصل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ وأضاف فليك أن عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية لم تحقق أي تغيير يجبي وفي السياق قال المبعوث الألماني إلى سوريا سيفانشنيك في منشور عبر بنصة X إن اللجنة للسورية وقرار الأمم المتحدة ٢٢٥٤ هما المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو مستقبل سلمي وشامل في سوريا وأعرب شنيك عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف في سوريا مؤكداً أن العنف لا يؤدي إلا إلى إطالة المعاناة وعدم الاستقرار في البلاد أفاد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة بادر جاموس بأن أنقرة تضع شروطاً للتطبيع مع دمشق محذراً من مخاطر أي محاولات للتطبيع وتأثيرها على خفض أهمية القضية السورية دولياً وأوضح جاموس خلال اجتماع هيئة التفاوض في جونيف أن شروط أنقرة تتضمن إيجاد حلاً سياسي في سوريا يضمن أمنها القومي ويدعو حداً للإرهاب ويجد حلولاً إنسانية آمنة لعودة اللاجئين كما أكد جاموس على ضرورة مواجهة محاولات التطبيع مع دمشق أو وضع حدود لها لافتاً إلى أن هيئة التفاوض تدرس الخيارات المتاحة كفى لتحريك العملية السياسية التفاوضية أفق القرارات الدولية ولوقف أي محاولات لحرف المسارات السياسية كشفت وسائل أعلام لبنانية عن خطة أعدها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي تتضمن خمس نقاط لعرضها على مجلس الوسرى وقالت المصادر إن خطة ميقاتي تركز على مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسليم بيانات السوريين كاملة وإعادة مليونين وثمانمائة ألف سوري إلى بلادهم وإدارة الحدود مع سوريا وتتحدث النقطة الرابعة عن تقديم المساعدات لدعم جميع الفئات الضعيفة بمن فيهم اللاجئين بينما تناقش النقطة الخامسة تحديد الإطار القانوني لفرص العمل نقلت مصادر أعلامية محلية متطابقة عن مكاتب السياحية سورية أن الإمارات أوقفت منحة أشيرات الزيارة للرجال السوريين حتى سن الخمسين عام مع اقتصار منحها حاليا فقط العائلات والنساء وأشارت المصادر إلى أن الجانبين الإماراتي والسوري لم يزر أي تعليق رسمي ومع ذلك أكدت مكاتب السياحة العاملة بين البلدين أن كل التأشيرات التي تخص الرجال حتى سن الخمسين عام عادت بالرفض وتوقعت المصادر أن يكون إيقاف التأشيرات لهذه الفئة من الرجال متعلقا بالأعداد الكبيرة للمخالفين لمدة تأشيرة الزيارة ممن يسافرون إلى الإمارات ثم يتجاوزون المدة القانونية للإقامة ويمتنعون على العودة أعرب مسؤولان أمميان عن قلقهما البالغ إذا أعمال العنف الأخيرة وتداعياتها الإنسانية في دير الزور والحسكة شرقي والشمالي شرقي سوريا وقال كل من منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن الاشتباكات العنفة في دير الزور وعمليات القنص أسفرت عن مقتل ما لا يقول عن 25 مدنيا وإصابة العديد ونزوح أعداد كبيرة وحذر المسؤولان من أن إغلاق معابر نهر الفرات والأعمال العدائية المستمرة أدت إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير مما أدأ إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية التي كانت أساساً صعبة للغاية وتسمر التوترات شمال شرقي سوريا على خلفية اشتباكات استمرات لأيام بين قصد النظام من جهة وقوات العشار وقصد من جهة أخرى أفادت مصادر عالمية محلية بانتشار واسع لإستخدام الأمبيرات كمصدر بديل للطاقة الكهربائية في حمص رغم عدم وجود أي ترخيص قانوني يسمح ببيعها أو استخدامها في المحافظة وبدوره أكد مدير شركة كهرباء حمص بسام اليوسف أنه لا يوجد أي قانون يسمح باستخدام أو بيع الأمبيرات في حمص مبينا أن أي استخدام لمكونات الشبكة الكهربائية يجب أن يتم عبر شركة الكهرباء وضمن نظام الاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء وأشارت المصادر إلى غياب الكهرباء معظم ساعات النهار بسبب برنامج التقنين الطويل ويأتي انتشار الأمبيرات في حمص في ظل اعتماد مدينة حلب وبعض مناطق دمشق وريفها عليها بشكل كامل